بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في فيديو جديد فيديو نهاردة عن جبل الطويلات بدهب بجنوب سيناء جبل الطويلات يقع في مدينة دهب والذي تتواجد في جنوب سيناء ومن المعروف عن دهب أنها من أجمل المناطق السياحية في مصر يعد جبل الطويلات الذي يقع في مدينة دهب ذات كيان سياحي جميل وذلك يرجع إلى إحاطتها بالرمال كما تستطيع استنشاكها هواء نظيف نقي بها بالإضافة إلى الشعور بالراحة والسكينة نتيجة جو الهدوء الذي يحيط بالمكان من جميع الجهات وذلك لكل عشاك رحلات السفاري كما تستطيع من خلال ذهابك إلى جبل الطويلات أن تكتشف كل ما يخص الحياة الصحراوية بصفة عامة واكتشاف صحراء سيناء بصفة خاصة عند الذهاب إلى رحلة إلى مدينة دهب وبالأخص إلى جبل الطويلات فأول ما يجب أن تفكر به هو قيامك بتناول شاي بالمرمرية على الطريقة البدوية كما يمكن على زائر الجبل التمتع بالتأمل والاستمتاع بالطبيعة الصحراوية والتأمل في المناظر الجبلية الرائعة ذات الطبيعة الهدئة أيضا الجلوس في المجالس السينوية وهي القيام بتغطية الرمال ببعض المفارش السينوية والجلوس عليها ورؤية السماء الصافية والتمتع بمناظر النجوم في الليل يتم عمل الكثير من حفلات السمر بهدف التسلية والاستماع إلى العديد من الأغاني البدوية التي تتمتع بالألحان العربية والطرب الأصيل وذلك يشعرنا بمناخ خصب ومتنوع يتسم بالحضرية كما أنه يمكن عمل بعض المخيمات على الجبل كل خيمة التسع ليقيم فيها فردين يتم إقامتها على رمال الصحراء ليخيم فيها السياح وهي تصلح بصفة خاصة لحديث الزواج أكثر ما يمكن لزائر الجبل التمتع به هو بكل ما يخص الحياة البدوية البسيطة حيث يستطيع السياح تناول الأكلات البدوية اللذيذة وتناول الشاي السيناوي المميز ومشاهدة بعض الرقصات البدوية على أنغام الأغاني البدوية الجبل هنا هو واحد من أهم أماكن الصهر هذا ويأتي الكثيرون إلى هذا الجبل بغرض التداوي حيث يعتقد بأن رماله لها علاقة بالشفاء من كثير من الأمراض المزمنة الجبل يعد من أهم وأفضل الأماكن بسيناء لمشاهدة النجوم بكسافة شديدة بالمساء جبل الطويلات يعد من أهم وأجمل أماكن الصهر والرحلات بمدينة دهب بجنوب سيناء لا يفوتك التقاط الصور التسكيرية لرحلة ستظل علقة بالأزهان فمدينة دهب ليست فقط للاستمتاع بالبحر والغوص في أعماقه ولكنها أيضا مدينة مميزة بجبالها وأوديتها أترككم مع بعض الصور الخاصة بالجبل وشكرا للمتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة